جنابك عن الحوارات الإقليمية وحتى الدولية التي تجري في هذه الفترة في هذه الأثناء لكن قبل ذلك اسمح لي أن أنهي هذا الملف وأسألك كيف تنظرون إلى مؤسسة الحشد الشعبي هل تفصلون ما بين الفصائل المسلحة وما بين هذه الهيئة أو هذه المؤسسة أم تنظرون للاثنين معا يعني في نظرة واحدة أنا أدرك أنه في فرق بين حشد الشعبي كمواسسات الدولة والفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة وأيضا ندرك أن حشد الشعبي كان أنتهم دور مهم وأساسي في الانتصار ضدداش ونثمن هذه الجهود بس الآن مهم جدا في الإراك أو في أي بلد في العالم أن الدولة عندها سيطرة على السلاح المنفلت في البلد للأسف الآن في الإراك واضحة جدا أن الحكومة الإراكية لم يكن لديها سيطرة على السلاح المنفلت فأني أتمنى أن تدريجيا الحكومة ستكون لديها هذه السيطرة لكن يجب أن يكون هناك دعم من كل الأحزاب السياسية تجاه هذا الحدف الآن لا أعتقد أن هناك دعم كافي من كل هذه الأحزاب تجاه هذا الحدف طيب ترجمة نانسي قنقر